يواصل معرض الكتاب بدار الأوبرا المصرية استقبال محب ثقافة والقراءة في جميع المجالات يعقد المعرض تحت شعار ابدع وفكر ويستمر لمدة عشرة أيام احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو بهدف ربط ثقافة القراءة بالفن والموسيقى يعقد معرض الكتاب بدار الأوبرا المصرية تحت شعار ابدع وفكر ويستمر لمدة عشرة أيام احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو استمرار معرض الأوبرا في النسخة الثانية هو استمرار لنشر الوعي ونشر الثقافة المتمثل في نشر فكرة وتعزيز فعل القراءة لدى المتلقى المصري والجمهور المصري يصدر من خلال الهيئة حوالي عشرين سلسلة أدبية منها متنوعة سواء أدب سواء ترجمة تراث تاريخ روايات شعر قصص كل الأدب بكل مرحله مع التراث مع التاريخ المعرض يستقبل بحب الثقافة والقراءة من جميع المجالات من تاريخ وفن ورياضة ودين وسط مشاركة سبعة وعشرين ناشرا من دور عربية ومصرية دورة تانية للمعرض بيتأكد هوية المعرض بيقدر يقدم إيه استفدنا بالتجربة الأولى ويمكن لسه بقول للزملاء أنه بيصادف أنه فيه مهرجان الأسدزة في الأوبرا المصرية وده بيجزب مجموعة كبيرة من المثقفين اللي هو يعني جزء من الجمهور المستهدف بالنسبة له كنت جاي السينما وفجأت في المعرض وفرحتي يعني أنه في موسم الصيف وطالبا مش عارف أنا أول ما نشوفه في الصيف فدي حاجة كويسة جدا ومتنوع بقى يعني أن فكرة المعرض الكتاب مستمرة طول السنة دي حاجة كويسة أنا كنت في اسكندرية كان في معرض في اسكندرية فده شيء إيجابي جدا يعني مشارك بكتاب عاصمة الخلود حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة صدر قبل العيد بيومين اتنين لأسف بدأ توزيعه النهاردة الحمد لله النهاردة في أول الكتب الموجودة في المعرض وإن شاء الله يتوزع الأيام اللي جاية في كل منافذ الهيئة المصرية العامة للكتاب الكتاب بيحكي عن فكرة إنشاء عاصمة إدارية لمصر أسعار الكتب في المعرض تتراوح من جنيه واحد فقط وخمس جنيهات لكتب أخرى لطاها حسين ووصولا لأسعار أعلى للكتب المترجمة ويتميز المعرض باحتوائه لكتب الأطفال التي تعمل على زيادة وعيهم بالثقافة والتاريخ المصري كريم بيبرت التلفزيون المصري